وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الاسبوعي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خططا مدروسة للتعامل مع تلك التحديات وأضف مدبولي أن أكبر تحدي يواجه الحكومة حاليا هو توفير موارد من العملة الصعبة أن طبعا التحدي الأكبر ولا يخفى على حضراتكم جميعا هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة وده للحقيقة الحكومة النهاردة شغالة على هذا الموضوع بالتنصيق مع كل الجهات مع البنك المركزي مع كل الوزرات على أساس هناك خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة في خلال الفترة الجاية لأن طبعا نحن نعي تماما الفترة الاستثنائية التي نحن موجودة وبنتابع على مدار اليوم كحكومة إيه الصعوبات الموجودة وإزاي أن نحن نزللها والخطة اللي موجودة النهاردة وموضوعة محتوطة لغاية تلاتين ستة بصورة مبدئية كخطة عجلة تلاتين ستة تلاتة وعشرين يعني بنهاية العام المالي الحالي وأيضا طبعا على المدى المتوسط للسنتين تلاتة القادمين